برنامجك الانتخابي دكتور محمد شفته غريب نوعا ما يعني مختلف إذا ما صحت هذه المفردة والاختلاف راح يبين للمشاهد الآن الإيمان الكامل والمطلق بأن العراق ومصلحة الشعبية مقدمة على مصالح دول الجوار ورفض أي تدخل بسيادته شاء من شاء وأبى من أبى شنو توضيحك لهذه النقطة وتحديدا ماذا تعني بهذه الكلام أعني أنه كل الدول لديها سيادة وكل الدول تعمل على أساس الهوية الوطنية لا تعمل على أساس لا الهوية الإيرانية ولا الهوية التركية ولا الهوية السعودية ولا الهوية الأمريكية علينا أن نعمل على أساس الهوية العراقية ولا نسمح بكل هذه التدخلات لأن كل هذه الدول تبحث عن مصالحها لا تبحث عن مصالح العراق نعم تتخاصن في الإعلام هذه الدول لديها مشتركات تحت الطاولة كما يقول لكن نحن ضيعنا مصالح العراق بسبب ولاءاتنا لتلك الدول فعلينا أن نقول أن العراق فوق الجميع ولا نقبل أن تكون لأي دولة مهما كان فضلها علينا أن تتدخل في الشأن العراقي العراق أولا شاء من شاء وأبى من أبى طيب دكتور محمد ما تعتقد بأنه المواطن العراقي اليوم مهتم بأمور يمكن محصورة أكثر من هذا الكلام العام ونتحدث عن مصلحة الشعب بمعنى برنامج انتخابي خاصة لك هذا السؤال المواطن اليوم مهتم بشارع مبلط بمدرسة بمستشفى بحياة كريمة وما شابه ذلك يعني أبسط كلام يمكن يوجه لك من خلال هذا البرنامج اللي راح نطلع عليه مباشرة شنو الربط اليوم بين هذا الكلام وبين الحديث عن برنامج انتخابي موجه لدائرة معينة مناطق معينة في محافظة نينة ومدينة الموصل أولا هذا البرنامج موجه إلى مجتمع بأكمل وأن شفت عام وليس خاص تمام تمام لدينا خطوط عريضة سيد العزيز لدينا خطوط عريضة هذه الخطوط العريضة التي لا نساوم عليها من ثم قد تتخللها خطوط بسيطة ضعيفة كالتبليط كالعنارة كالكهرباء لكن ما هو أهم هو العراق بدون العراق لا يمكن أن تبلط شارع بدون العراق لا يمكن أن تكون هناك كهرباء بدون العراق وبدون الوطنية والوطن لا يمكن أن نتقدم خطوة إلى الأمام ولذلك علينا أولا أن يكون لدينا عنوان عنواننا هو العراق من ثم نبحث عن الأمور الأخرى الخاصة علينا أن نحاول أن نوحد الكلمة العراقية نحاول أن نبني دولة المؤسسات ومن ثم نذهب نعم أنا مع التبليط أنا مع الكهرباء أنا مع الحياة الكريمة كلها لكن بالتدخل الخارجي وبالاحتلال وبالقصف لن يبنى العراق ولن يكون هناك ما يتمناه المواطن من خدمات أو من حياة كريمة تشن الفائدة يا حياة كريمة تتحدث عنها وتنافست أمريكا وتركيا وإيران على العراق وصارت حرب لا قدر الله ما هي الحياة الكريمة التي تتحدث عنها نتحدث عن حياة كريمة عندما نكون محترمين عندما ندافع عن بلدنا نعم في تلك اللحظة نتحدث عن حياة كريمة سيحتاجها المواطن وستقدم لهذا المواطن